نرحب باسمي واسمكم بفضلة الشيخ حيثة بمحمد صرحان وفقه الله تعالى حياكم الله شيخنا شكرا الله خير الله يبارك فيكم وحسن لكم توقفنا الشيخنا سألليكم عند المناسخات واخذنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالنسب الأربع وان شاء الله الآن تعوت على المراجعة قبل لا بد من المراجعة في البداية الشيخنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم ماذا أخذنا؟ أخذنا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية الانكسار والتصحيح للعول والرد والحجب نعم الحجب قلنا ينقسم إلى بسمين حجب أشخاص وحجب وصف حجب شخص وحجب وصف حجب الشخص هذا أخذنا رقو قاتل واختلاف دين الموانع وشخص حجب نقصان كما تنتقل من الثلث إلى السلس أو الزوج من النصف إلى الربع أو الزوجة فأكثر من الربع إلى الثمن مثلا وحجب حرمان صفر كان يكون أخ لأم وأب أخ لأم وابن مثلا يحرم صح أو لا نعم تمام أو ابن ابن وابن ابن الابن يحرم يحرم عم شقيق وعم لأب مثلا العم لأب يحجب العم شقيق نعم حرمان صفر تمام بعده أخذنا ثم أخذنا العول بعد الحجب العول العول تمام العول قلنا عندنا أصول مسائل كم سبعة ثنين وأربعة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة وستة ثمانية ثمانية ثنى عشر واربع عشر كم منها تعول تعول منها ثلاثة ثلاثة وهي الستة ستة واثنى عشر واربع عشر الستة تعول تعول أربع مرات على التوالي وتسمى أم الفروخ لكثرة فرخة تمام و 12-13 مرات على الإفراد 13-15-17 24-27 وتسمى البخيلة لأنها رافقت الكرام هكذا سموها تمام وقلنا في عندنا أشياء مصطلحة تسميها للفرائض لكن بعضها لا تصح الشرعان قريب قريب للمشؤوم مشؤوم ما يسح لأنه ما في شؤوم في الشريعة أصلا فليسح أن تقول قريب مشؤوم قدر الله سبحانه وتعالى يرضى بالقضاء القدر وعلم أن الأمة لو اجتمعوا هكذا مفهوم أخي ثم أخذنا رد أخذنا قلنا أن المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام مسألة عائلة عادلة وعائلة يعني زائدة وناقصة وناقصة الزائدة هذه زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة أما التي فيها رد هذه زيادة عليهم نرد الباقي عليهم إلا إلا الزوجين إلا الزوجين وقلنا المسألة تنقسم عندنا إلى قسمين في الرد دون أحد الزوجين ومع أحد الزوجين دون أحد الزوجين إذا كانوا صنف واحد فالمسألة مصاحة زوجية دون الزوجين دون الزوجين تكون من عدد الرؤوس من عدد الرؤوس خمسة بنات خمسة أخوات لأم من خمسة من خمسة بنت واحدة من واحد تمام وإذا كانوا أكثر من صنف دون أحد الزوجين نؤصل المسألة خلق ونعتقل واحد فرضه ثم نجمع مثل ما كنا نصنع في العود وإذا ما عثت الزوجين صنف واحد من مخرج الزوجية إما ربع أو ثمن أو نصف صح؟ نعم نعم نصف أو ربع أو ثمن المسألة تكون إذا صنف واحد يعني مثاله زوج وأم الزوج يأخذ النصف والأم الأصل تأخذ الثلث لكنه يرد عليها الباقي مسألة من اثنين مخرج الزوجية زوج وبنت الزوج يأخذ الربع مسألة من أربع واحد والباقي ثلاثة فرضا وردا للبنت زوجة وبنت مسألة من ثمانية واحد والباقي سبع فرضا وردا للبنت أو زوجة سبع بنات مثلا أيضا الباقي للبنت فرضا وردا لكن إذا كان أكثر من صنف مع أحد الزوجين ماذا نصنع نصنع قلنا مسألتين مسألة مستقلة للزوجية ومسألة ثانية ثم نجمع بينهما أخذنا أيضا تصحيح المسائل وقلنا تصحيح المسائل إما أن يكون انكسار على جنس واحد ننظر بين الرؤوس والسهام والأصل عندنا الرأس فحفظت الآن أن رأسك هم من السهام تمام فدائما تنظر إلى الرأس إذا تنقسم الحمد لله قسمنا وإذا ما تنقسم ننظر بين الرؤوس والسهام أكبر قاسم نقسم الرؤوس على القاسم المشترك والناتج في أصل المسألة ليس بينهم شيء نأخذ الرؤوس هذا إذا كانت جنس واحد إذا أكثر من جنس ننظر بينهم ثلاثة وثلاثة تماثل تماثل نأخذ واحد نأخذ واحد منهم واحد منهم ما هذا أو هذا لا فرق أصلا طيب ثلاثة وستة تداخل هذا تداخل نأخذ الأكبر تمام ستة وتسعة بينهم قاسم مشترك قاسم مشترك وهو الثلاثة الثلاثة نقسم على أحدهم ونضر في كامل الآخر تسعة على الثلاثة في الثلاثة ثلاثة في ستة ثمانتاش ثمانتاش أو العكس ستة على ثلاثة ثلاثة ستة على ثلاثة اثنين اثنين في تسعة ثمانتاشة اما على هذا أو على هذا وإذا ليس بينهم شيء تباين ثلاثة وخمسة نضربه في بعض نضربه في بعض قد يأتي عندنا أكثر من عدد أكثر من محفوظ اثنين وثلاثة نضربه في بعض ليس بينهم شيء ستة ستة وستة واحد منهم ستة وتسعة وفق حدوما في كامل الآخر ثمانية عشر ثمانية عشر وطلع عندنا مثلا بعد هذا رقب مثلا مثلا ثمانية عشر صار عندنا الآن وبعدها مثلا في اثنين ايش نصنع ثمانية عشر واثنين بينهم قاسم مشترك اثنين ما دخلت في ثمانية عشر ناخد ثمانية عشر ناخد ثمانية عشر ونظف في أصل المسألة تمام بعد هذا ثم انتهينا إلى المناسخات لا تنظر في هذا كل علمك اللي يدخل معك إلى الحمام وترفض طلاق تمام المشكلة أنه بعض الخطب اليوم يخطف في هذا ولو انقطع اغلق امتعات البطارية اشي يسوي اذا مو معتاد لا يكمل ايش طيب عندنا المناسخات قلنا المناسخات هنا في الاستلاح استلاح الفرضين أن يموت أن يموت أحد أحد ورثة الأول قبل قسمة تلك قبل قسمة تلك إذا قسمت خلاص انتهينا وقلنا هذه المسائل تظهر في الغالب في المسائل التي لم تقسم ويكون فيها ورثة تكون مثلا أرض قديمة مثلا أو انه يعني كان ليس لها سك مثلا أو يعني أشياء أو مزارع وكذا تمام وسيأتي معنا قسمة تلك فبعد عمر طويل في طاعة الله أراحي الشيخ عبد الله وترك ابن ابن وابنت من كم المسألة يا أخي المسألة من ثلاثة المسألة لكنها الآن شوف سلمسي كيف عندنا خطوط كثيرة ابن وابنت للذكر مثل حظ الأنثين مسألتنا من ثلاثة ثلاثة جمعنا التاركة وجينا ندل نقسم ومات من الابن تضع أمام الابن هذا اللي مات تضع أمامه تاه يعني إيش توفي توفي ولا مات ولا مو مشكلة إلا تبغى المهم أنت لا رحت لا تخاف إيش ترك الابن هذا قال ترك الابن ابن وبنت مثلك خلاص نعم كم مسألتهم من ثلاثة كذلك اثنين وواحد المسألة الثلاثة إذن شوفها الآن هذه مسألة الشيخ عبدالله الأولى صح وهذه مسألة وندا ابنك عبدالرحمن نعتبره تمام إذن مسألة عبدالله جعلنا على حدة ومسألة عبدالرحمن على حدة على حدة الآن نريد ننظر بجانب التا كم موجود اثنين اثنين ومسألة التا هذا عبدالرحمن من كم من ثلاثة شوفها الآن شوفنا أضع دائرة على الاثنين هذه اللي جنب التا ومسألة من كم من ثلاثة اثنين وثلاثة ايش بينهم؟ ما نري تبايل نضع فوق الثلاثة اثنين ونعكس هنا فوق ال هنا ثلاثة فهمت عكسنا كيف؟ وضعنا الاثنين هنا ووضعنا الثلاثة هنا يمينك وين؟ هذا وهذا وين اليمين؟ يمين هذا شب خلاص دائما نخلك من أصحاب اليمين ثلاثة وثلاثة كم؟ تسعة إذن جامعتنا جديدة كم؟ تسعة تسعة تمام هذا مات صح؟ نعم البنت هنا واحد فيك ثلاثة بكم؟ ثلاثة كل شي تضرب في اللي فوقه ثلاثة اثنين في اثنين؟ أربعة واحد في اثنين؟ اثنين اثنين انتهت المسألة شوفها الآن بقى أقول لك الآن يا شيخ انت اعتبر مسألة عبدالله الميتة الأول عبدالله الميتة الأول كان عنده ابن وبنت صح؟ نعم لتذكر مثل حظ الأنثية من تسعة كم يأخذ الابن؟ يأخذ ابن عبدالله أيوة عبدالرحمن ابنه يأخذ أربعة يأخذ أربعة من تسعة أربعة من تسعة؟ في الجامعة نهائية تسعة أنا أريد تسعة تقسمها لي للذكر مثل حظ الأنثين ستة وثلاثة البنت أخذت كم؟ شوفها شوفها ثلاثة ثلاثة وهذه أربعة أثنين هي نفس مسألتنا الأولى قسمناها على فهم؟ إذن الحل ليش؟ صحيح صحيح فهمت يا أخي؟ تمام لكن جعلنا المسألتين في مسألة واحدة لو جاءنا إنسان وقال أنا والله ما أعرف مناسقات بحل مسألة عبدالله على أحدا وأخذ ماله وقسمه على ورثين وقل ممكن لكن في مسألة واحدة لأنه ممكن يكون عندنا أكثر من من ميت والقاضي هنا ما يقبل قاضي في المحكمة ما يقبل تقول هذه مسألة عبدالله وهذه مسألة عبدالرحمن يقول لا يجعلوها ورقة واحدة وهذا أوفر صح؟ نعم تمام نبغى نجيب مسألة ثانية بعد عمر طويل في طاعة الله وموتن أكثر مره شنسوي طيب تركت زوجة وابن تمام نعم الزوجة ايش تأخذ؟ تأخذ الثمن واحد سبعة والباقي للابن سبعة طيب ثم مات الابن تاب واشترك ترك زوجة وعمشقيق من كم المسألة؟ زوجة عمشقيق المسألة من أربعة واحد ثلاثة واحد والباقي ثلاثة تمام؟ نعم الآن نريد نجمع بين مسألتين المسألتين التا بجانبها كم؟ سبعة ومسألة من أربعة ايش بينهم؟ تباين تباين نضع السبعة ونعكس دائما السبعة هنا والأربعة اليمين وين يمينك؟ الثماني أربعة في ثمانية أربعة وعشرين أربعة في ثمانية ثلاثين ثلاثين واحد في أربعة 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 هذا مات واحد في سبعة سبعة ثلاثة في سبعة أربعة وعشرين اجمع ثمانية وعشرين وأربعة ثلاثة تمام مسألة جديدة ترك تركت يقول زوج وبنت وابن من كم المسألة يا خي؟ الزوج الربع مسألة من أربعة واحد وينقسم عليهم الباقي صح؟ لا ينقسم نعم واحد اثنين ثم مات هذا الابن تا ايش ترك؟ قال ترك ابن الآن كل والث على السطر ما نكتب ابنين ابن وبنت وبنت من كم مسألتهم؟ المسألة من أربعة من أربعة اثنين واحد واحد صح؟ نعم من أربعة الآن التا هنا اثنين ومسألتها من كم؟ من أربعة ايش بينهم؟ قسم مشترك تداخل وهو ايش؟ الاثنين اثنين اثنين على الاثنين واحد هنا نضع عكس دائما واربع على اثنين اثنين نضع هنا أعيد مرة ثانية هذه التا هنا اثنين وهنا أربع مسألتها من أربعة بينهم قسم مشترك هنا إما تباين أو قسم مشترك فقط في المناسفات خليها كذا عندك قسم مشترك اثنين اثنين على اثنين واحد هنا نضع دائما نعكس واربع على اثنين اثنين وان جامعتنا دائم اليمين ايه؟ اثنين في اربعة ثمانية تمانية واحد في اثنين اثنين واحد في اثنين اثنين اذا مات اثنين في اثنين أربعة واثنين واثنين اجمع ثمانية شيخ نفرض نخلي واحد فوق هنا واحد لا في الثاني شيخ هنا واحد هذا ما تمسح الآن كده أيها طيب هنا واحد وهنا اثنين واحد واحد صح نفسها هذه واحد واحد نعم كم سارت الآن أربعة ستة ثمانية تمام ثم جينا نبنقسم تلك مثلا خلاص يموت آخر ما في عندك إشكال لو تبقى تموت لا يشخي أصبر معي لو تبقى تموت الآن هذا شوف مسألة جديدة ما هو مشكلة الآن طيب نقول ترك ابن وبنت نكمل مسألة شيخ مسألة من ثلاثة اثنين واحد المسألة من ثلاثة ثم مات الابن تع ترك ترك ابن وبنت بنت ابن وبنت ابن لا لا هذا ابن 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 وبنت ابن وبنت ابن مسألة من كم من أربعة من أربعة اثنين واحد واحد اثنين واحد واحد ننظر بين التا ومسألتها اش بينهم تداخل اثنين قلنا قاسم مشترك على اثنين واحد وعلى اثنين 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 في ثلاثة ستة اذا جامعتنا ستة هذا مات واحد في اثنين 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 في واحد اثنين واحد واحد اجمع اربعة ستة ستة ثم جينا بنقسم التاريك يموت من اعتبر البنت هذه ماتت تا تركت يقول زوج و لا زوج وابن وابن وبنت من كم المسألة الزوج الربع من اربعة واحد والباقي ثلاثة الآن هنا نصحح كم رؤوسهم خمسة اذا نضرب في كم في خمسة الى الان ما جبنا الجامعة الان في مسألة هذه البنت ما انتهينا منها تمام خمسة في اربعة عشرين عشرين زوج خمسة خمسطاش والابن ستة تسعة ستة لا يا شيخ ابن وابن اثنين اثنين لا 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 كيف ستة وستة وثلاثة ابن وابن الشيخ ابن وابن وبنت نعم تمام الآن المسألة مصححة جاهزة ننظر بين وابن وانا اخر جامعة عندنا اذا اخر جامعة خمسة في واحد خمسة ستة ستة ثلاثة ثلاثة اجمع ثلاثة ستة تسعة وستة خمسة عشرين وعشر ثلاثين أربعين ستين تمام لازم تشوف هنا جمع إذن مرة أخرى بحينا بنرجع للمسائل أول مسألة مثلا حليناها بين السبعة والأربعة نافش تباين إذن إما تباين أو قاسم مشترك اللي تقسم على هذا تضع لهذا اللي تقسم على هذا تضع لهذا وجامعتك دائما تكون عن اللي على اليمين خلاص الشيخ الله أحسن لكم اللي نضع فوق العدد هو بعد القسمة طبعا ليس قبل القسمة طبعا جميع نعم بعد القسمة شوف الآن اثنين وأربعة قبلنا مشترك اثنين على اثنين اثنين على اثنين واحد واحد وأربع على اثنين اثنين على اليمين والجامعة دائما على اليمين أربع في اثنين ثمانية ثمانية سرهي الجامعة النهائية شيء نضربه في اللي فوقه تمام؟ يلا هات اعطينا ايش يقول في المسائل الشيخ ذكرنا المناسخات مخوذة من النسخ والنقل لا هذا النسخ والنقل هناك في اللغة في الأصول وفي اللغة قال المناسخات عند الفرضيين هي أن يموت الشيخ قبل قسم تلكته يموت من وردته أحد أو أكثر سل الله عليكم إذا كانت العلاقة بين الرقمين موافقة نثبت كامل أصل المسألة نعم أو كانت مباين نثبت وفق أصل المسألة أو العكس العكس طبعا إذا كانت موافقة نثبت وفق أصل المسألة نعم نأخذ اللقاء أسم المشترك وإذا كانت مباين نثبت أصل المسألة كاملة خلاص نعم شيخ ذكر مسألة يقول هالك لا خلاص حلنا مسألة المسألة نتركها خلاص إذن شيخ انتقل لأميرة ذوي الأرحام طيب الآن الشيخ بعد أن انتهى من الأمور التي هي متفقة عليها والوارثين والوارثات الآن قال جاءت عندنا تركة وما وجدنا أحد من الوارثين والوارثات ما نصنع؟ خلنا نصنع نورث الآن ذوي الأرحام إذا متى يرث ذوي الأرحام؟ إذا لم يوجد أحد من الوارثة عدى الزوجين زوجين هم معنا في الرد ما ردوا عليهم وفي ذوي الأرحام قالوا ما يعد من ذوي الأرحام مفهوم؟ نريد أن نمشي على هذا القول إذا نريد أن نمشي على توريث ذوي الأرحام وأنه لا يرد على أحد الزوجين تمام؟ وذوي الزوجين ليسوا من ذوي الأرحام نمشي على هذا القول حسنا بك شخص بمعنى إذا كان لك إذا وجدنا أحد من الوارثين وارثات وارثنا ما وجدناه لأنه بنجيب من ذو الأرحم بنت البنت والعمة الشقيقة والعمة لأب وأم الأب اللي قلنا عليها أول خلاص مو أم الأب أم أم الأب من هي أم أب الأب أم أب الأب وارثة ما الجد اللي لا تريد قلنا شيخ أول أم أم أب الأم أم أب الأم نعم أب الأم غير وارث وجاب أمه لكن أم الأب وأم الجد أم جد الجد وارثة كله مارثات تمام لأن أدلت بوارث تمام فالآن نريد أن أأتي بمن لا يارث خلاص يا شيخ وسهل جدا مرث ذو الأرحم ننزلهم منزلة من أدلوا به وأبين لك إن شاء الله إذا متى يارث ذو الأرحم إذا لم نجد أحد من الوارثين وارثات عدى الزوجين عدى الزوجين شيخ أخنا أصلك ما معنى عدى الزوجين الزوجين ليسوا من ذوي الأرحم إذا وجد أحد الزوجين شيخنا في مسألة سيأتي الآن نعطيه فرضه والباقي لذوي الأرحم نعم مثل الرد لأننا لا أرد عليه ما ردينا على أحد الزوجين فباقي المال وما جعلنا الزوجين يأخذوا أيش باقي المال باقي المال أفهم؟ طيب شوف يقول الآن كيف نورثهم؟ عندنا طريقة توريث ذو الأرحم هي طريقة التنزيل ننزلهم منزلة من أدلوا به مثالك بنت البنت جاءت عن طريق من؟ البنت إذن نورثها مراث البنت كأنها بنت وأقول لك شي سهل جدا شوف ما بنت بنت كيف تصنع؟ ضع إصبعك على الأول إيش صارت؟ بنت هذه الطريقة فهمت الشيخ؟ بس ضع إصبعك على الأول على الأول سوي الآن جدول تكتب عليه تنزيل يعني بنت البنت وضعنا إصبعنا إيش صارت؟ بنت مسألة فيها بنت وحدها تأخذ كل المال فرضا ورد ورد خلاص انتهي جاءت لها مسألة فيها بنت أخ شقيق ترث بنت أخ شقيق؟ على أصل لا ترث ما ترث؟ تمام وبنت أخت شقيقة ضع إصبعك أخ شقيق أخ شقيق أخت شقيقة أخت شقيقة المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ إذن ما في أسهل من هذا تضع إيش؟ أصبعك أليمي أصبعك طيب خال شقيق الخال جاء عن طريق من؟ الأم إذن نزل منزلة أم المسألة فيها أم من كم؟ من واحد من واحد فرضا نرد عم شقيقة جاءت عن طريق من؟ الأب أب إذن دائما نضع إصبعنا إلا في الخال أم والعمات والعم أب والعم لأم العم لأب والد العم لأم العم لأم عن طريق الأم لا لا العم لأم جاء هو عن طريق الأب القرابة للميت عم لأم شيخ ناء أيوة يا أخي ركز معي أبشر ركز معي شوف يا أخي عندك عم شقيق هذا العم الشقيق هو مع يعني اجتمع مع أبيك في الأب وفي الأم صح أو لا؟ صح عمك الشقيق تمام وعمك لأب اجتمع مع أبيك في الأب ولم يجتمع معه في الأم في الأم وعم لأم اجتمع مع أبيك في الأم ولم يجتمع معه في الأب جاءك عن طريق أمك أو لا؟ عن طريق الأب عن طريق الأم عن طريق الأب يا شيخ جاء عن طريق أبوي إيه؟ نعم إذن أب فهمت الشيخ؟ جميل جميل شيخ ما واضح عم لأم مو عمة أمك لا عمتك أخت أبيك لكن من جهة من أم الأم مفهوم يا أخي ماyorum شيخ مو عمة أمك نعم واضح فاهمت يا أخي؟ واضح يا شيخ شوف الشيخ دائما إذا تبغى تفهم أجعل نفسك أنت الميد إن شاء الله تتذكر الآخر طيب الآن نجيب مسألة أكبر شوي يقول بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم تمام الشيخ؟ يلا بسم الله ضع اسبعك أخت شقيقة أخت شقيقة أخت لأب أخت لأب أخت لأم لأم مسألة لمن؟ ستة النصف والسدس والسدس المجموع خمسة فرض ورد صح أو لا؟ صحيح تمام ما عندنا أي إشكال طيب جاتنا مسألة فيها أحد الزوجين زوج وبنت بنت كم صنف الآن مع الزوجين؟ صنف واحد صنف واحد التنزيل الزوج ما هو وارث أصلا بنت البنت تكون أش؟ بنت آه إيش يأخذ الزوج؟ الربع أو النصف؟ إيش رأيك أنت؟ يأخذ النصف النصف لأنه ما وجد فرع والد صح أو لا؟ نعم ويقول هذه صحيح أنت جعلتها بنت هي بنت بنت ورها الثلاث الأصل لكن لكن هي بنت لكن من ذوي الأرحام مفهوم؟ بنت بنت هي ما تنزل الزوج من النصف إلى فرع إذا مسألتنا من اثنين الزوج له النصف إذن شوف قاعدة عندنا الزوج مع ذوي الأرحام دائما يأخذ إيش؟ النصف النصف والزوجة فأكثر؟ الربع دائما مفهوم؟ نعم نعم حتى لا يختلط عليك الباب والباقي للبنت فرضاً ورد ورد لا ما في رد خلاص واحد هي نصف لها أصلا أخذت النصف تمام من فرضاً ورد تمام لكن ورثت هذا النصف عن طريق ذوي الأرحام تمام زوجة و ابن وبنت وبنت ابن بنت شفت الآن كيف؟ بنت ابن بنت نعم زوجة أو بنت ابن بنت يأخذ من ذات البنت أصبر معي وحدة وحدة أنت تنزل درجة نزلنا أول درجة أصار؟ ابن بنت ما يرث نزل درجة ثانية أصبر بنت تمام إذن عندنا هنا المصلة الأربعة أصبر التا بنت التنزيل تمام الزوجة تأخذ الزوجة تأخذ الزوجة تأخذ دائماً الربع كلها وهذه لها الباقي انتبه معي بنت 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 وبنت بنت ابن وبنت ابن بنت هذه بنت ها؟ مفهوم الشيخ؟ نعم شخص خليك معي تا ضعي سبعة كلانة هذه بنت بنت صح؟ نعم وهذه بنت ابن بنت ابن وهذا ابن 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 من يرث فيهم؟ شوف بنت بنت وبنت ابن وابن من اللي يرث؟ هذا لأنه لأنه أدل بوارث إذن إحنا ننزل درجة درجة اللي وصل يرث واللي ما وصل ما يرث ما وصلوا كلهم نزل درجة ثانية جميل جميل لأن هذا صار أقرب الآن للإرث إذن مسألتنا هذه من كم؟ من واحد من واحد ورث واحد منهم البقية لم يرثون خلاص الشيخ ننزل درجة درجة لنصل للوارث إن كان الشيخ نحصل عليكم ثلاث درجات نزلنا إلى درجتين نزل في flatter فأن فأن ورث أحد Mädحول واللي ما وصل ما يريم أحسنون تَمْمَمًا تَمْمَمًا الآن نزل تَماَی WITHIN 1077 وبنت بنت و بنت بنت ابن خليك معي شخ ركز معي الزوجة ربع الزوجة لها الربع صح؟ نعم وهذه البنت لها نصف وهذه السدس إذن مع أحد الزوجين أكثر من صنف مثل ما كنا نصنع هناك تذكر في الرد نصنع مسألتين مسألة للزوجية الزوجة تائما تاخذ خلنا مع ذو الأرحم الربع وهذه مسألة لهم بنت في التنزيل وبنت ابن ابن مسألتهم من ستة ثلاثة واحد نجمعها إلى أربعة الآن ننظر بين مسألتهم والباقي ثلاثة وأربعة ما بينهم؟ نعكس الثلاثة هنا فوق الأربعة فوق الأربعة والأربعة هنا على اليمين جامعتنا دامة على اليمين أربعة فأربعة ستة عشر واحد فأربعة أربعة الزوجة أخذت الربع تماما إذن حلك صحيح طيب وهنا بنت ثلاثة في ثلاثة واحد في ثلاثة اجمع ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة و اربعنة للس تلاشر اذا اذا كان احد الزوجين صنفوا احد من مخرج الزوج اكثر من صنف مسألتين ونجمع مثل ما صنعنا في في الرد مفهوم يلا اقرأ الآن دول الارحان ظكر شيخ اقول الميراث وهذه ممكن ترى أحيانا نوادر الآن بدأ يأتيك بالمسائل اللي يعني نادرة تأتيك نعم امشي يقول الشيخ نحسر عليكم المراد بذوي الأرحام فرائض كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب كل قريب لا يرث لا بفرض ولا تعصيب إلا أحد الزوجين تمام أيوة يقول الشيخ نحسر عليكم يرث ذوي الأرحام بشرط عدم وجود وارث من ذوي الفرض والتعصيب غير الزوجين غير الزوجين أيوة أسر عليكم أدد أصحاب النسب من الرجال النسب من الرجال أيوة ثلاثة عشر أصحاب النسب نعم أصحاب النسب لأنه عندنا الزوج هم خمسة عشر هذا نكاح والمعتق معتق ولا وقلنا نكاح ولا ونسب أسباب الإرث قال بالنسب عندنا ثلاثة عشر نعم أحسن عليكم وفي النساء ثمانية نعم الله أحسن عليكم يورث ذوي الرحام من ذا قريب توريثهم في مذهب في مذهب عندنا يسمونه مذهب التنزيل نعم ماذا يقول لك هنا ذكر شيخ مثل بالحنفية ومذهب الحنابلة وإحنا قلنا ما نبغى نشتغل ما نبغى نشتغل نعم 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 الآن على التنزيل تمام طيب أحسن عليكم الحنابلة نعم شيخ يقول العمات مطلقا والعم لأم العمات مطلقا عم شقيقة وعم لأب وعم لأم هذه عمات مطلقا والعم لأم ينزل منزلة من من أدل بهم الأب أب تمام شيخ يقولون بنات الإخوة بنات الإخوة الأشقاء بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأب أو أولاد الإخوة لأم وبنات الأمام ينزلون منزلة من أدل بهم نعم نعم تضع سبعك وتنزل خلص نعم أولاد البنات وأولاد بنات الأبن وأولاد الأخوات ينزلون منزلة من أدل بهم نعم اللي هو تضع سبعك ويخرج لك أولاد البنات ابن بنت وبنت بنت بنت نعم الله سلكم طيب انتهى الباب هنا انتهى الحمد لله انتقل إلى قسمة التركات قسمة التركات الآن يا شيخ دخلنا في المفيد الآن بدأ خلاص يقسم التركات كيف نقسم التركات عندنا المعمول به هنا لأنه يعني يمنع تقسيم التركات حتى تنضبط الأمور لنا قلنا لك ممكن أي إنسان مثلا يتصل عليك الآن ويقول لك مسألة فيها ابن وبنت تقول من كم ابن وبنت من ثلاث ذكر حضر انتين لكن إذا قال هذه مسألة واقعة تقول لا ما استطيع ليش لأنه ممكن أصير فيها ابن وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة ممكن أو أخ شقيق وأخ وأخ لأب ما جاءوا بعلاقتهم بالميت ما يعرف فهذه مشكلة عندنا الثاني شيخ عندنا هنا المعمول به أنه لا بد يذهبوا إلى القاضي ما تنسان يذهبوا إلى القاضي القاضي يصنع سك حصر إرث سموه سك حصر إرث يعني يحصر الورثة فالقاضي فالقاضي إيش أصنع يكتب الخمسة وعشرين من الوارثين من الذكور من آث يكتبهم يقول طيب أعطوني اثنين شهود يعرفوا الميت عبد الله قال تعرف عبد الله قاليني يعرف أنت من؟ قال أنا أخو عبد الله والثاني قال أنا مثلا ابن عبد الله يقول تمام ثبت لدي أنا فلان ابن فلان القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض مثلا خلاص أن عبد الله ابن فلان ابن فلان قد توفي في يوم كذا وكذا وانحصر إرثه فيه بعد إيش أنه يقرر الورثة يقرر الشهود الاثنين هذو قال طيب عبد الله هذا عنده زوجة قال نعم قال إيش اسمها قال فلانا يكتب أنه زوج انحصر زوجته فيه فلان ابن فلان ابن فلان وابن عبد الرحمن ابن عبد الله كذا صح وبنته خديجة مثلا بنت عبد الله كذا مفهوم يكتب كل الوارثين والوارثات وبعدا يبدأ إيش يحجب إذا عنده ابن وأخ شقيق إيش يصنع يصنع يحجب أخ شقيق طيب عنده أب وأم هل ينظر في الأخ والشقة أو لا الأب يحجب خلاص يحجب لكن الأم ممكن تنزل إلى السدس هي نعم تنبه مفهوم الشق ممكن ذا اللي جاي يعطيك الورثة قال طيب أب وأم تقول مسألة سهلة ثلثة الأم والأب الثلثين الثلثين قد يحجبون بالأخ والشقة آه إذن ضيعك الآن وراح عنك وممكن يجيك يقول لك مسألة فيها زوجة وأم وأب إيش تقول زوجة وأم وأب هذه عمرية عمرية لكن ممكن فيه إخوة إذا ما هي عمرية المسألة من اثنى عشر الزوجة الربع ثلاثة والأم لها السدس اثنين صح أو لا السدس مرتين لا سدس لأن فيه إخوة فنزلت من ثلثة للسدس فما ذكر لك أنه فيه إخوة أشتب تسنع بنقسمها العمرية وصير خطأ يسير أنت المخطي نعم واحد مشايخنا يقول جاني إنسان في الحارب وسألني عن مسألة قال مسألة فيها زوجة وأم وأب قلت هذه عمرية يقوله مشا يقول تنبهت إنه المسألة إيش قد يكون فيها إخوة شق قد يكون فيها أخوة يقول أنا ألف في الحارب ألف في الحارب أدور ألين وجده وجده وأمسكه مني قال هادي هادي المسألة فيها إخوة قال لا والله شخ مامي ولا أخ ما عنده ولا أخ ولا أخت أخي ففي فرق بين الفتوى والحكم تقسيم التركات حكم شرعي أنت تقسم ما للآن إشاء فليس أي أحد يتشرع على قسم التركات فهم نعم فعندنا المعمول به هنا في المملكة العربية السعودية حرس الله إيش تصنع مقسمين التركات ما يقسم حتى لو اتصل بواحد تصل عليه وقل له كذا عندي كذا تركة ما يقسمها أنا أقول لك مسألة حصلت معي أنا جاني أحد الإخوة وقال عندي تركة والدي ونبغاك تقسمها وكذا قلت ما يمكن نقسم إلا بإيش حصر ورقة سك حصرت قال يا أخي هذا أبوي وسك حصر إرث موجود قلت مو مشكل أعطيني ورقة أخذنا ورقة وكتبنا إيش الورقة الورقة تمام ترك زوجتين وأظن ثمانية أبناء وتسع بنات خلاص كتبتهم في ورقة وقلت شوف أعطيني الورقة والمبلغ أنا أقسم لكن ما أعطيك التقسيم حتى تجيب إيش سك حصر قال يا أخي أبوي قلت أبوك على راس لكن ما يصلح فخذت الورقة ورحت وعدنا ثاني يوم جبت معي الورقة وحلت المسألة وكل شيء يوم جيت أخذنا سك حصر قال والله نسيت أخت من أخواتي الله صح طيب أنا لو قسمت التركة الآن راح نصيد من اللي ورط فيها أنت طبعا فالمعمول به عندنا هنا لازم سك حصر إرث تجيب سك حصر الإرث وبموجب السك ومع هذا تراجع السك لازم لأنه ممكن 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 هذول يعني الشهود نسوا أحد نسوا أحد أو أخ شقيق وأخ لأب وما نبهه القاضي مفهوم يا شخ القاضي عنده الآن قصاص صح وسرقة وقضايا كبرى ولذلك أقول لكم ما ما يقسم التركة قضاء عنده ما هو عمله مفهوم الشيخ نعم يرجع للمكاتب تقسيم التركات وكذا لكن هو أحيانا ممكن يحصل خطأ تراشر فلازم تراجع سك حصر الإرث أصلا مع هذا المسائل اللي تكون مثلا في غير السعودية إيش يصنع لابد يجيب اثنين يعرفوا الميت الميت ويبدأ يصنع هو السك حصر إرث ويجعل معه واحد أو اثنين يراجعوا السك يعني ممكن يخطئ فهمت يا أخي وبعد هذا يقسم الإرث يعني ليس أي أحد يتصل عليك ويقول لك مسألة يقول له هذه مسألة وين في المدرسة أحلها لك ابن وبنت ما في مشكلة حتى لو أخطيت ما في مشكلة أما مسألة واقعية لا تقسم نصيحة إلا تكون الأركان كامل مفهوم يا أخي نعم طيب جاء السك حصر الإرث وتقسم وراجعت السك وراجعت هذا اللي جاء مثلا لك بالسك وكذا بعد هذا تقسم التركة التركة يقول التركة تختلف يعني عندنا أموال وعندنا عقارات صح وعندنا مواشي ممكن ترك إبل عندكم هنا ما شاء الله تبارك الله صح أو لا صح ممكن ترك مناح العسل صح أو لا صح مثلا أنتم عندكم مثلا ترك يقول سيف خنجق لكن قديم أثري هذا قيمة عالية عالية هو فأيش نسوي قال والله ما نبغى نبيعه طيب كيف ما تبعه لازم نقسم قال لا ما نبغى نقسم ونبغى نبقيه ومثلا ترك زوجة وأربع بنات زوجة وأربع بنات وعم شقيق الزوجة تاخذ الثمن الثمن والأربع بنات الثلاثين مثلا من 24 16 تمام فنقول هذا الخنجق أو هذا البندق أو هذا الشيء الآثري اش نسوي فيه الثمن ثلاثة ثلاثة أيام مجلس عند الزوجة صحيح وأربع يام أربع يام أربع يام أربع يام عند كل بند كل بند لها أربع يام وانست دعشر يوم وباقي خمسة أيام عند مين عند العام عند العام الشقيق فما في شيء ما يتقسم حتى البقرة لو ترك بقرة قالوا نجعل هذه البقرة نقسمها بالنسبة المئوية مثلا يعني مثلا ترك ابنين نقول البرقرة هذه هذا الإبن له خمسين في المئة وهذا له خمسين في المئة فاللبن مثلا ما يGoog يريبه يحلبه ويشربه نقول تمام نصف الحليب لك ونصف الولغة ونصفه للثاني هذا خمسين في المئة خمسين في المئة كان في القديم يقسمه بشيء يسمونه القراريط ما عندهم النسبة المأوية ما يقسم بالنسبة المأوية لأن النسبة المأوية أحيانا في بعض المسائد فيها نسبة خطأ نسبة بسيطة أما القراريط بالملي تعرف تقسيم بالملي مثل ما قسمنا البندق الآن البقر نقسمها نقول الزوجة لك كم ثمنا للحريب كم قرار كم قرار من القرارات من كم يا شيخ دائماً أربع عشر لها ثمان قراريط ثلاث قراريط والبنات كل واحد لها أربع قراريط والعم له خمس قراريط جاءت الزوجة وقالت أنا أذهب تزوج وشوف حالي وأبغى نصيبي في من؟ في البقرة كيف؟ ما نستطيع نقطع تموت البقرة صح أو لا؟ صحيح نقول ابحثي عن مشتري يشتري نصيبك في البقرة كم نصيبي؟ نقول ثلاث قراريط ثلاث قراريط هذه إيش هي؟ نقول هذه نسبة مئوية لو ننظر مثلاً في النسبة المئوية تطلع مثلاً 12.5% في 12.5% أنت تفهم الآن لكن نقول ثلاث قراريط مبارح ما تفهم لأنه ما مشيت على هذا لكن كانوا في القديمة بالقراريط تقسموا فهمت يا أخي؟ واضح الآن ذكرنا لك القراريط والنسبة المئوية المئوية فيجي مشتري أو واحدة من البنات أو العم الشقيق يقول أنا أشتري من الزوجة نصيبها في في البقرة الثلاث قراريط يعطيها مثلاً ألف ريال وتمشي وخلاص وسار العم هنا مكان الزوجة الزوجة له ثلاث قراريط وتجد في بعض السكوك أنه انتقلت ملكية يعني مثلاً حق الزوجة ثلاث قراريط في الدار ولا في البقرة إلى العم الشقيق فصار العم الشقيق عنده خمسة الباقي نصيبه وعنده ثلاثة حق الزوجة نعم الزوجة فهمت يا أخي؟ واضح لكن في بعض المسائل فيه نسبة خطأ نسبة يسيرة وهذه المشكلة فيه النسبة المئوية لكن مثلاً قلنا ترك مثلاً ابنين نسبة مئة خمسين في المئة وخمسين في المئة أربعة ابناء خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين واضح هذه ما فيها أشكال مفهوم تمام يلا أخو الله حسن لكم شيخ قلت التريكات هي كل ما تركها المئة كل شيء حتى الشمغة الآن الجوال القلم كل شيء نجمعه هذا تلك هذا للميت مفهوم وبعدين عندنا الآن يقول الشيخ بن عظيمة رحمه الله بعض الناس يقول والله هذا البنت متزوجة بنت عبد الله متزوجة وما تحتاج تلك هذا ليس لك الله سبحانه وتعالى بعد آيات المواريث قال تلك حدود الله ما تتعدى حدود الله اعطي كل وارث حقه هو يبغى يتنازل ما يبغى يتنازل هذا مو عملك أنت مفهوم يا أخي أي نعم فأنت تعطيه حقه يقوله هذا حقك تبغى تعطيه للأم تبغى تتصدق به تحر فما تقول له لا والله تصدق وانت متزوجة وانت كذا وانت واخوك هذا الصغير أحق بالبيت لا هذا شيء فرضه الله سبحانه وتعالى فمجرد يموت إنسان مقسم التركة وما يأتي واحد يقول والله هذه يعني عندها مال وهذا كلا ما ينفع تمام نعم صلاة لك شيخ نقول قسم التركات هي ثمرة عن الفرائي طبعا إيصال الأموال لمستحقيها نعم الله أحسنت لك شيخ نقول وأنت تحاول دائم يعني مقسم للتركات يصلح بين الورثة ويقرب وجهات النظر فهمت يا أخي نعم يعني مثلا في البقرة تقول لهم تقول للزوجة أنت كذا ممكن تبيعي تتنازل حتى أيش ترضى ترضى أيو نعم يعني عندنا مثلا تركت مربع هذه قطع هذه أربع قطع شفت الآن لحين هذا المربع أربع قطع أربع قطع شارع عشرين شارع عشرين شارع عشرين شارع عشرين حلو كل قطعة أربعمائة متر متساوي متساوي لكن ممكن هذا واجهة شمالية وهذه وجهة تنوبية وهذه وجهة غربية وهذه وجهة شرقية تكون أفضل ممكن وممكن هذا الشارع نافذ وهذا الشارع غير نافذ فأنت أربع ابناء وأربع قطع تقول أنت أخذ القطع لقم واحد هذا يقول لا يا أخي هذه القطع لقم ثلاثة هي أحسن قطعة واجهتها الشرقية واجهتها غربية كذا مثلا مفهوم يا أخي فلازم تقرب وجهتها النظر تقول هذه الواجهة خلاص نزيد على لأجل الواجهة هذه خمسة آلاف ريال ونعطيها للي أخذ قطع لقم واحد مثلا فتحاول أنك إيش تصلح بينهم لكن لا تعطي حق إنسان لآخر يعني تجي إلى البنت تقول لا أنت مالك حق وكذا وأنت متزوج ما يش صح أعطيها حقها ويتبت تنازل هي حر فهمت يا أخي نعم الشيخنا يذكر فرضيين رحمه الله تعالى أن قسم تركنا طرق كثيرة هنا أي تمام ولا من عندك هذا لا من عندكم طيب منها شيخنا هناك أمور يمكن قسمتها ها عندنا ذحينا لتركة قسمين شيء يمكن قسمته هذا نقسمه ولا عندنا إشكال فيه نقسمه على آخر جامعة مثل أي شيخنا آخر جامعة 24 آخر جامعة عندنا اللي قلنا هذه الزوجة أي واربع بنات وعم شقي كم ترك الشيخ عبدالله قال والله ترك الشيخ عبدالله بعد عمر طويل في طاعة الله 48 مليون الله مبارك لا يمكن مكتها ما تكون 48 مليون تسوى شيء أخذت الزوجة كم مليون من 24 لها الثمن يعني من 24 48 مليون أخذت 6 ملايين 6 ملايين والكل بنت 8 مليون والعم 5 مليون 10 مليون يا رجل 48 مليون أنت ترك المسألة من 24 إذن إذن 2 تسوى 10 مليون نعم 48 مليون قسمة آخر جامعة آخر جامعة 20 كل سهم مليون مليون زوجة 6 مليون وكل بنت 8 مليون 8 مليون والعم 10 مليون 10 مليون مفهوم الشيخ سهل جدا فأخذ دائما آخر جامعة المبلغ قسمة الجامعة الأخيرة آخر جامعة ويخرج نصيب كل وارث تضربه فيه سهامه تمام 2 مليون في في 3 6 6 مليون 2 مليون في 4 8 مليون لكل بنت 2 مليون في 5 10 مليون خلاص انتهت المسألة مفهوم يا أخي نعم شارع سهل ما هو صعب الأمور الشيخ اللي لا يمكن قسمتها اللي ما يمكن قسمتها قلنا نجعله نسبة مئوية أو قراريط قلت لك الآن مثلنا لك بالبقرة ومثلنا لك بالخنجرة الأثر نعم حسن الله تمام طيب شيخنا لو نأخذ مثال على التقسيم الأموال نأخذ أمثلة ليس مثال واحد في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله يكفي هذا اليوم الله يبارك فيكم شيخنا أزاكم خير أزاكم الله خير إلى هنا ونصلنا إلى هذه الحلقة إلى ذلك الحين نستودعكم رضياته وضع داعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته